أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أهمية التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وخلال ترأسي ندوة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهرب محافظ القاهرة عن أمله في أن يكون للقاهرة ريادة في التعامل مع المبادرة في إطار استعداد المحافظة بكافة قطاعاتها للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية كوب 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ شكرا